السلام عليكم معكم أحمد من مدرسة رواد المستقبل الخاصة اليوم رح نتعرف كيف ممكن ولي الأمر يستفيد من خدمات التعليم أونلاين كل ولي أمر وصله إيميل بهذا الشكل st وبعدين في أرقام معينة at fbs.edu.om وأيضا وصلكم الباسورد اللي هو fbs.ad12345 أول حاجة ندخل على المتصفح نتأكد أن نسجل الدخول في المتصفح في حال أنك أنت مسجل الدخول سابقا تعمل sign out الحين رح نستخدم نختار هنا use another account ورح نستخدم الإيميل اللي إحنا أعطيناكم إياه اللي هو هذا اللي وصلكم في التلفون بعدها رح نستخدم الباسورد اللي إعطيناكم إياه أول ما تتقل دخول رح يظهر معك بهذا الشكل تعمل accept ولازم تنشي باسورد جديد طبعا ما يستخدم الباسورد اللي كنت مستخدم منه سابقا أو اللي كان معمول لك الحين سجل الدخول باسم الطالب طبعا هنا عندنا اسم الطالب أحمد تست تختار هذا الخيار هنا ورح تظهر لك هذه اللوحة في هذه اللوحة ممكن تختار على classroom لما تدخل على classroom رح يدخلك هنا تروح مواصلة وتختار I'm a student في الوضع الطبيعي رح يظهر لك على طول الصف المقيد بابنك ونفرض أنه يكون grade 7 فظاهر هنا الصف على طول في grade 7 فنعمل join فخلاص بهذا الطريقة الطالب يتسجل في الصف فرضا أنه الصف هذا ما ظهر عندك في هذه الخانة رح تروح لهذا علامة الزائد ورح يطلب منك code هذا الكود رح نقوم بإرساله لكم ورح تدخلوا الكود هنا ورح يدخلكم على الصف الدراسي أيضا في عندكم عدة خدمات أخرى ممكن تشوفوها من جوجل اللي هو الكالندر من خلال الكالندر رح يتمكن ولي الأمر يطلع على جميع الواقبات والحصص اللي يتم إعطائها للطالب فمثلا ومن هنا تقدر تغير الفيو أو الشكل من هذا المكان ترجمة نانسي قنقر